الناس كتير في العيادة اول ما باكتشف ان عندهم تساوس بيقولوا معين انا دايما بغسل اسناني ليه بغسلها وبتساوس علشان نجواب على السؤال ده يا جماعة لازم نفهم الاول ازاي بيحصل تساوس الاسنان وبعدين اقول لكم اسباب المشكلة ايه ان شاء الله وحلولها. حلولها اللي تخليك تحافظ على اسنانك دايما من التساوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا جماعة عاملين ايه? يا رب تكونوا خير معاكم دكتور ابراهيم والنهاردة فيديو جديد ان شاء الله هنتكلم فيه عن تساوس الاسنان. ناس كتير فاكرة ان التساوس ده حاجة كده زي كائن حي او بكتريا او سوسة هي اللي بتحفر وبتاكل في الاسنان. لكن الحقيقة مش كده خالص جماعة بس هو احنا طبيعي كلنا عندنا في الفم واللعاب بتاعنا بكتريا متعيشة اه ووجودها ده طبيعي جدا. البكتريا دي بتتغز على بقايا الاكل خصوصا اي اكل في سكريات كتير. طبعا اشارها مثلا زي الحلويات والشوكولاتة وغيرها. اه المهم البكتريا دي بتتغز على السكر وتطلع علينا اسدز يعني احماض والاحماض دي بقا هي المسؤولة عن تآكل الاسنان ومع تكرار الموضوع الاحماض دي بتتسبب في اضعاف طبقة المينة جدا لحد ما تتخرم. الخرم ده بقى بيكون اكتر عرضة لتراكم البكتريا جواه ونموه البكتريا بشكل كبير فالتساوس يحصل بشكل الاسرة خصوصا لما يوصل لتاني طبقة في الاسنان وهي طبقة العاج. والطبقة دي بتكون اضعف اصلا من طبقة المينة فالتساوس بيمشي فيها بسرعة. لحد ما يوصل للعصب لو ملحقناش الموضوع بدري. القصة دي كلها ممكن تحصل على مدار سنين او شهور. حسب العامل اللي تكلمنا عليها في البداية. وهي البكتريا بقايا الاكل نوع الاكل انت بهتم باسنانك ولا لا? في اكلات بتلزق مسلا في الاسنان فترات طويلة وصعب ان اللعاب واللسان اللي نضافها تلقائيا. كمان في ناس طول الوقت بتشرب عصير وصودة وبتاكل سناكس زي الشيبسي مسلا. فطول الوقت اسنانها عليها بقايا اكل. وطول الوقت البكتريا شغالة تتغزة وتطلع في الاحماض اللي بتاكل في الاسنان دي. ومن هنا نعرف انه لازم ما نسيبش ابدا بقايا اكل في الفم. قلل من السناكس والوجبات السريعة. ولو شربت او كلت حاجة ابسط حاجة تعملها انك ممكن تتملمت كويس جدا بالمية. وانا قدرت تستخدم اه فرشة او سواج بالراحة حتى لو بدون معجون يبقى كويس جدا ودي احد كده الاسباب اللي قلنا عليها على سؤال ان ليه بغسل اسنان يوم تساوز. فانك تحافظ دايما خلال اليوم على نظافة اسنانك مش بس صبح وبالليل خلي المعجون مرة او مرتين في اليوم لكن باقي الوقت دايما في فرشة نعمة بالراحة خالص ما تقزيش اسنانك. تاني حاجة قلناها برضو وهي انك تقل خلال اليوم السناكس والحلويات والوجبات السريعة. تالت حاجة بقى وهي حاجة مهمة جدا وهي طريقة استخدامك للفرشة. وهل انت مواظب عليها تماما مرتين في اليوم? عارف ان في ناس كتير هتقول لي في ناس ما بتغسلش اسنانها مرتين في اليوم ولا حاجة واسنانهم كويسة وزي الفل. بس دول اصلا يا جماعة بيحافظوا في النقطة التانية اللي قلنا عليها زي نوعيات الاكل. فهم مسلا بياكلوا خضروات كتير ومقاللين ما فيش سكريات خالص. وده اسلوب حياتهم اصلا. في ناس مسلا بتتوضح خمس مرات في اليوم فدايما بيغسل بقوا بالوضوء. ودايما في ناس تانية تلاقي السواك في جيبهم. اه دايما مواظبين على حاجات زي كده. طيب انت بقى مواظب على كل ده بيحصل برضو تساوس. فخليني بقى نعرف انه الفرشة وقت غسل الاسنان بتلمس تلات اسطح فقط. لكن في سطحين تانيين لكل سنة الفرشة مش بتوصلهم. وهم الاسطح الجانبية يا جماعة لكل سنة والتانية. وشائع جدا حدوس فيها التساوس خصوصا لو بيتحشر فيها اكل كتير. فمهم جدا بعد الاكل دايما تستخدم خيط الاسنان. باشكاله بقى المختلفة سواء كان بقرة او اللي على شكل ده. ومن ناحية كده اه فيها خيط بيبقى سهل استخدامه كتير عن البقرة. وبلاش تستخدم الخلال الخشب دي ابدا علشان بتأذي الليثة كتير وبتعمل جيوب لثوية بين السنان. حاجة كمان مهمة جدا لو كان لو عندك دايما مكان بتحشر فيه اكل لازم تشوف حل المشكلة دي بسرعة. ان المكان ده مع الوقت بنفس الطريقة اللي قلناها في الاول هيبقى عرضة جدا لحدوث التساوس. في الدرسين الاتنين اللي بتحشر بينهم الاكل. كذلك بقى بنفس المنطق هيبقى سهل الاكل يتحشر جدا لو عندك تزاحم او تراكب في الاسنان. واسنانك اصلا محتاجة تقويم لانها مش وقفة جنب بعض كويس. فانت كده محتاج تقويم علشان محصل لكش نفس المشاكل بتاعة الليثة والتساوس. اه لو كل حاجة تمام في اللي فات هيبقى فاضل حاجة واحدة بس وهي طبيعية جدا انها تكون موجودة يعني في الاسنان وممكن تتفداها لو ازبط على كل اللي قلناها. وهي شكل ورسمة الدرس نفسه. اي درس يا جماعة في السطح الطاحم بتاعه او السطح العلوي. اه بيبقى فيه نتوءات عميقة جدا ممكن يدخلها بقايا الاكل بسهولة وصعب تنظيفها سواء باللعاب واللسان والخد من الداخل بخاصية اسمها وهي انه الفم بينظف نفسه بنفسه. اه او صعب تنظيفها حتى بالفرشة لانها عميقة صغيرة جدا على شعيرات الفرشة انها هتوصل لها. وانه تؤدي بتبقى واضحة عندي ناس كتير اكتر من ناس تانية. الناس تاني دي ممكن ما تبقاش عندهم بنفس العمق والتفاصيل دي يعني. اه لكن لها حل غير كده برضو انك تواظب على اللي قلنا عليه هو انك تعمل الحشو الوقائي واسمه ان التقاط العميقة دي اسمها وكلمة جاية من معنى يقفل وهو هنا انك بتقفل انه تؤدي تماما وبالتالي بقايا الاكل ما تتحشرش او ما تترقمش فيها اصلا من البداية. والحشو الوقائي ده يا جماعة حاجة بسيطة جدا وسهلة تتعمل بدون ولا تقدير الاسنان. وناس كتير جدا بتعملها بمجرد ظهور الاسنان حتى عند اه اولادهم يعني عند الاطفال. بس كده يا جماعة انكم خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. تمنى تكون فهمتوا الموضوع كويس. شوفوا فيديو جديد ده يا ان شاء الله لو حد عنده اي استفسار او سؤال سيبه في الكومنتات. ان شاء الله حاول ارد على كل اسئلة. سلام عليكم.